اعلنت هيئة رؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 للهجرة معلنة أن يوم غدنا الأثنين هو أول أيام الشهر الفضيل الحمد لله الذي شرفنا بالإسلام ومن علينا بالصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ذو التقا والإيمان وبعد حيث أن دخول شهر رمضان لا يثبت شرعا إلا برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان وإتباعا لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اجتمعت هيئة الرؤية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله الغطان والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد النمريخي والشيخ راشد بن حسن البعينين بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الأحد ليلة الأثنين 5 مايو 2019 ميلادية وحيث أنه لم يتقدم للهيئة أحد يدلي بشهادته إلا أنه ثبت شرعا بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة وعليه فإن الهيئة قد قررت أن يكون يوم قد الأثنين 6 مايو 2019 ميلادية هو أول أيام شهر رمضان المبارك 1440 هجرية ويجب صيامه والله ولي التوفيق هذا ويقتنم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بهذه المناسبة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء والأسرة المالكة الكريمة وشعب البحرين الوفي وإلى العالم العربي والإسلامي أجمل التهاني وأطيب التبركات سائلين المولى جل وعلا أن يهل هذا الشهر المبارك على جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات وأن يجمع كلمتهم على ما فيه الخير والصلاح وأن يوحر صصوصهم ويوفق جميع لصيام هذا الشهر الفضيل وقيامه ويجعلنا من اعتقاء آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم